بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه ماذا تصنع إذا اشتقت لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام وأنت في وطن بعيد في دولة أخرى في محافظة أخرى هناك سبب معين لم تستطع من خلالها أن تأتي لزيارة الكاظم عليه السلام وتحب أن تكون ماذا من الذين قد سجلهم الإمام الكاظم عليه السلام من الزوار من الذين أخذوا ثواب من حضر في ضريحه الشريف وقدم العزاء كما يقول علماؤنا الأعلام ومنهم آية الله سيد أحمد الخوانساري وغيره كثير من العلماء هو أن تذهب إلى سطح المنزل وتتوجه إلى جهة بغداد وتقول السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليك السلام عليك يا مولاي أو يا سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته هذه العبارة هذه الزيارة معتبرة هذه الزيارة معترف فيها ليس فقط هذا بل إنك عندما تريد تشتاق للإمام الحسين تشتاق لمولانا الإمام علي تشتاق لمولاتنا فاطمة تريد أن تكتب من الزائرين لهم أنت في مكان بعيد تصعد إلى سطح دارك وتتوجه إلى قبره الشريف أينما كنت وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مولاي الباقر ورحمة الله وبركاته هذه الزيارة معتبرة صحيحة وتكتب لك الزيارة وهذا ما ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أيضا تصعد إلى سطح دارك وتقول مثلا ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين أو أنك تقول صلى الله عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر صلى الله عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر صلى الله عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته تكتب لك زيارة وكأنك حضرته في عزائه الأليم في حضرته الشريفة بقرب مرقده الشريف وتكتب لك الزيارة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام